تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالية الدكتور بدر العيسى نظم المركز العربي للبحوث التربوية بالتعاون مع قطع المناهج والبحوث بوزارة التربية والتعليم دورة لتدريب المعلمين على تنمية قدرات الطلاب ذوي صعوبات التعلم لدعم تحصيلهم الدراسي ودمجهم في المجتمع من أجل أعداد مناهج واستراتيجيات وأساليب تدريس تربوية تناسب فئة زوي صعوبات التعلم نظم المركز العربي للبحوث التربوية بالتعاون مع قطع المناهج والبحوث بوزارة التربية والتعليم دورة تربوية تعليمية لدعم تلك الفئة الخاصة تحت عنوان صعوبات التعلم العلة الخفية في التعليم وذكرت أنها علة خفية كونها لا تكتشف إلا بعد فترة بعد أن تمر سنوات على الطفل وهو يعيش فترة من صعوبات التعلم لا يعلمها المعلم غير الكفء وغير المجرب وغير المدرب تحت شعار صعوبات التعلم والعلة الخفية ومن خلال برامج خاصة لتدريب المعلمين على تنمية قدرات الطلاب زوي صعوبات التعلم لدعم تحصيلهم الدراسي ودمجهم في المجتمع أول شيء نسمي هذا حق في التعليم الطفل الذي يعانيه صعوبات التعلم هذا إنسان هذا مواطن إذن لها الحق في التعليم والحق في التعليم يتضمن ثلاث جوانب أساسية هي التمكين والإتاحة والتجويد فإذن طفل هذا حق في التعليم مجبري الدولة أو الأسرة أي إن كان فإذن بحثنا في مجال صعوبات التعلم إذن حققنا هذا الجانب وأكد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج الدكتور سعود الحربي على أهمية تضافر جهود الوزارة مع المجتمع المدني لمساندة تلك الفئة وأحقيتها في التعليم أن يشمل التعليم جميع الفئات دون استثناء ودون إقصاء ودون عزل فبالتالي عن طريق دمراضية التعليم إذن حققت هذا الجانب المبدأ الأخطر الثاني هو مبدأ تكافأ الفرص التعليمية بمعنى إتاحة فرص التعلم لجميع الأطفال أو جميع المتمين إذن إذا أخلينا فيها المبدأ هذا إذن نحن ظلمنا الأطفال لعنهم صعوبات التعلم صعوبات التعلم ظهر تلك المصطلح في عام 1936 على يد سامو الكيرك الذي أوضح أن هذه الفئة من الأطفال تعاني من التأخر في النمو فيما يتعلق بالتأخر في الكلام واللغة والقراءة والحساب ترجمة نانسي قنقر